مشتال أبدأ معك هل هناك خط فاصل ما بين علاقة الولايات المتحدة بإيران وما بين علاقة إسرائيل بإيران مساء الخير ومساء الخير لجميع المشاهدين أعتقد بأن هناك خط فاصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بتقدير ما إذا بالعلاقات مع إيران فهناك عدم اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة أوباما فيما يتعلق بهذا الأمر في الماضي ولكن فيما يتعلق بإدارة بايدن فقد وجدنا أن الرئيس بايدن يقول أن العودة إلى الاتفاق النووي هي خطوة أولى والتي سوف تكون بمثابة اتفاق قوي وبينما ترى إسرائيل أن البرنامج النووي يشكل مخاوف بالنسبة لإسرائيل والأمر أيضا أنه ليس فقط البرنامج النووي الذي يشكل تهديدا لإسرائيل ولكن أيضا كما شاهدنا وكما قال التقرير بأن هناك عدائيات تجاه إسرائيل من جانب إيران وتستهدف لسفن الإسرائيلية وأيضا ضد السعودية وأيضا نرى أن هذه المخاوف مشتركة ما بين الحكومة الإسرائيلية والأمريكية ولكن يجد أيضا الرئيس بايدن بأن هناك انتقام عمليات انتقامية من إسرائيل تجاه الميليشيات الإيرانينية وأيضا هناك عمليات انتقام من الجانب الآخر ولكن إذا نظرنا إلى باقي الدول التي تهددها إيران فنجد أن السؤال الذي يطرح نفسه أنه سوف يزور وزير الخارجية إسرائيل ويجد وسوف يحاول إيجاد استراتيجية مشتركة فيما يتعلق بهذا الأمر طيب اشتركوا في القناة